في إطار جهودها لمساعدة دول الشقيقة والصديقة التي تعرضت أو تتعرض لحوادث أو نكبات طارئة أعلنت الحكومة زيادة المساعدات المقدمة إلى ليبيا والمغرب بقيمة 30 مليون جنيه إضافية وأكدت الحكومة الضرورة الملحة لوضع مخرجات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ كوب 27 موضع التنفيذ وتضافر الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وآثارها المدمرة ترجمة نانسي قنقر